في إطار الوقاية والحضور الرضعي في الميدان ضد كل الأشكال الجريمة تمكن أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية من الإطاحة بشبكة إجرامية متكونة من سبع أشخاص من بينهم فتاة وحجز كمية من الكيف المعالج تقدر ب285 غرام وأسلحة نارية ببنى مليك شبجاية تعود حيثيات القاضية على إثار معلومات واردة لأفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتازمالت مفهدها وجود شبكة إجرامية تقوم بترويج المخدرات مع وجود كمية من المخدرات بمنزل أحد عناصر الشبكة على إدر ذلك تم وضع خطة محكمة مع تنشيط عنصر الاستعلام للإطاحة بأناصر الشبكة وبعد الاستفاء جميع الإجراءات القانونية تم التنقل إلى منزل المشتبكي وتفتيشه حيث تم العطور على كمية من المخدرات تقدر ب285 غرام بالإضافة لأسلحة نارية العملية ككل أسفلت عن توقيف شبع أسخاص تطور وحعمارهم بين 23 و73 سنة ينحدرون من مليلات الجاية بالإضافة إلى حجز مندقية دخ هواء من السنف السابع مندقية صيد من نوع هليس عيار 16 مليمتر ومسدس ألي من نوع بريفكتر عيار 8 مليمتر ثلاث أحزمة مزودة ب70 خرطوشة معبئة عتاد تعبئة الخارطيش بالإضافة إلى هواتف نقالة وورقة نقضية من فئة 2000 دينار مزورة تم إنجاز ملف القضية وإرساله إلى صلوات القضائية المختصة وستمتقدم موقوفين أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق